قال رئيس مجلس إدارة شركة أسترزانيكا مصر حاتم الورداني إنه يفخر بالدور المحوري الذي تلعبه أسترزانيكا في دعم السياسات الصحية في مصر وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية في البلاد وقد جاء ذلك خلال تقرير الشراكة من أجل استدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في مصر ضمن مبادرة الشراكة من أجل استدامة القطاع الصحي كنتاج تعاون متعدد القطاعات بين وزارة الصحة والسكان والشراكة العالمية تحت إشراف كلية لندن للاقتصاد بصراحة المؤتمر السناني شاهد انطلاق القطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في مصر في نفس الوقت مبادرة بداية تحت رعاية فخامة الرئيس وإحنا لدينا أن ده بيتماشى بشكل كبير جدا مع استراتيجية أسترزانيكا في أفريقيا ومصر وفي الشرق الأوسط إن كان المبادرة التي تكريمي عليها هي مبادرة الـ PHSSR أو الشراكة من أجل استدامة القطاع الصحي ودي مبادرة أو مشروع كنا قمنا به بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من سنتين وكمان كان معنا London Business School, World Economic Forum ومختلف الـ Private Sectors كان الغرض منها أن احنا بندرس استدامة القطاع مرونته وقدرته على مواجهة الأزمات، كدرته على تحيير عدالة الصحية، أو الـ Sustainability of Funds أو وجود الموارد لدعم الموريد المصري الحمد لله تشرفنا بوجود معالي نائب مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار في إطلاق تقرير PHSSR اللي هو التقرير اللي بقالنا أكتر من سنتين بتشتغلوا بتعاون ما بين الـ Private Sector ممثل في شركة أسترزينيكا وما بين الدولة المصرية و London School of Economics الـ World Economic Forum عشان يكون فيه تقييم للمنظومة الصحية المصرية والقطاع الصحي على سبع محاور ويكون فيه توصيات إزاي المنظومة الصحية في مصر إيه نقطة القوة اللي فيها وإزاي المنظومة الصحية في مصر تقوم بمسؤولياتها في المستقبل والحياة كان جميل جداً وإحنا بنشوف أن الرؤية الصحية لمصر 20-24-20-30 تقريباً كان فيه تطابق في الحاجات اللي التقرير قالها من حيث الـ Sustainability أو الاستدامة القطاع الصحي التأمين الصحي الشامل أهمية الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية أهمية التحول الرقمي واستخدام التحول الرقمي في الحوكمة وشفافية البيانات وبرضو أهمية الاستدامة والاهتمام بعوامل المناخ جزء من المنظومة الصحية مبادرة مكافحة السرطان في أفريقيا الحقيقة مبادرة مهمة جداً لمصر وكل الدول الأفريقية المبادرة قائمة على ثلاث أهداف الهدف الأول هو زيادة نسبة التشخيص والمبكر في أمراض السرطان ودي حاجة مهمة جداً الهدف الثاني هو كيفية العلاج ومكافحة المرض الهدف الثالث هو بإزاي نطور من البنية التحتية والكوادر الطبية اللي موجودة في الدول الأفريقية في مصر والدول الأفريقية ما بين من أول التمريض إلى العلاج إلى حتى زيادة الوعي الحقيقة مصر بما أنها يعني لها ريادة على مستوى القرى الأفريقية بدأنا نقوم بخطوات كبيرة جداً في مكافحة السرطان في أفريقيا من ضمن الخطوات دي أن احنا بدأنا فعلاً ندخل أحدث الطرق من خلال الزكاء الاصطناعي أن احنا إزاي نشخص المرض في مراحله المبكرة جداً وبالتالي ده بيأثر بالإيجاب على النتائج وعلى كيفية العلاج